أنت تعرف تمام الأستاذ لبار أن التنمية متعلقة مباشرة برجال ونساء التعليم ويجب أن يكونوا في مكانة أرقى بكثير وأن تعطي لهم المزيد من الامتيازات التي يحتاجونها لأن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس ومغرب اليوم والأمال التي نترقبها في المستقبل القريب هي مرتبطة تماما بل تكاد تكون مرهونة برجال التعليم ونساء التعليم الأخس جهراء قلت في هذه المائدة قلت أن لا إصلاح ولا تنمية دون مشاركة رجال التعليم وعبر العالم لا تقدم أي تغيير يكون وراءه رجل التعليم هذا جانب اليوم الغير الوطنية تقتضي النرأفة بالأسر بالتلميذ وحتى بالأساد الذي نعول عليه ليضحي نسبيا تضحية نسبية تضحية نسبية مثل ماذا يتجاوز هذه المرحلة ماذا في أي نقاط يتجاوز ماذا أي المطالي ممكن تجاوزها اليوم بالنسبة إليك لا أطلب أن يتنازل عن أي مطلب يهمه غير التجاوز هو أن لا نقف تطلب بالتدرج أعتقد نعم أنت كنقابي بعض النقابين يقول أنا أطلب الكثير أخذ ثم أطلب مرة جديدة هذه سياسة نعرف عندنا وأعتقد أنك من هذه المدرسة هذا محمود لأن هذه النقاط التي أسألها ما هي النقاط التي يمكن أن يقبل الأستاذ أن يتخلى أو يتنازل عنها مؤقتا في مقابل الرجوع إلى المدرسة مثل أعطينا أمثلة أمثلة الحقيقية هي أنه يغلب الجانب الوطني والجانب الإنساني نحو ابنته الطالب التلميذ ليعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة